مصادر إعلامية فرنسية إن الجيش الفرنسي يدرس إمكانية سحب جزء من قواته من النيجر وقالت مصادر لصحيفة لوموند الفرنسية إنه لم يحدد عدد الجنود المعنيين بهذا الكرار ولا شروطه مع إمكانية إعادة انتشار بعض الوحدات في تشاد أو إعادتها مباشرة إلى فريس وينتشر حاليا نحو 1500 جندي فرنسي في ثلاث قواعد في العاصمة اليامين وفي شمال العاصمة وفي أيورو قرب الحدود مع مالي اشتركوا في القناة